موسيقى أهلا بكم من جديد في لقاء جديد من فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الخطاط والمزخرف والمصمم الأردني يوسف علونة تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد موسيقى الصمت المر عجيب صمت من يدري ثقيل زعم لا أدري يلخص وضعنا قول مرار كل ما يجري أعيروني مسامعكم بملء مساحة الشعري قرأت قصيدة كبرى فثار الشعر في صدري كتبت محاكيا طودا لبعض هجائه المري بلينا يا ابن بردون أعبد الله هل تدري غزاة حكموا الأوباش حكم العبد للحر ولم نحذر غوائلهم ولم نسلم من القهر عراقي بات محكوما بحقد الحمر والصفري بمحتل يمالئهم يكافئهم على الغدري ويصنع من ظلامتهم ضلالات بلا حصري يأنسنهم فيخدعنا يبيع العسر باليسري بفوضاهم يؤدلجهم ويغري العبد بالخسري بوجه خادع القسمات في صيرورة الوغري نفايات مدورة محملة بما يزري نفايات كما الطاعون تهذي وهي تستشري ثقيل صمتنا يا قوم مر صمتنا القسري تفرقنا جماعات وأحزاب الهوى العهري فصرنا مضرب الأمثال في توهن وفي شطري فقالوا إننا جئنا لنشر الحب والخير وكانوا عكس ما قالوا بنشر الحقد والشر وقالوا إن أياماً ستؤتي الخير بالوفري تمادى ظلمهم حتى بلغنا غيهب البئري أزاحوا كل معلوم فسادت دولة النكر عراقيون نسعى أن نساعد كل مضطري ولكن نسينا أن نرتل سورة العصري لعل تلاوة مثلا ستنقذنا من الخسري فهل تدرين يا بغداد أن لسانهم عبري وهل تدرين يا صنعاء أن بلاءهم يسري وهل تدرون أن دمشق ترثي زهرها العطري فتلك حقيقة بلوى تدك الصخرة بالصخري بأفكار محملة بثقل جمالة صفري أن أعجز أن نكون يداً على من جاء بالفقري تحركنا عواطفنا كما الطوفان في البحري ويهزمنا صياح الديك حين يصيح في الفجري نخاتل من شعاع الشمس نخفي الفر بالكر لعلم قول من يبكي يزيد الشرخ بالكسري فيا من جئت بالمكري عليك دوائر المكري بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي أصعد الله أوقاتكم يسرني أن أطل عليكم عبر شاشة قناة الرافدين في برنامج فضاءات أنا محديثتكم الروائية الأردنية زينب السعود صدر لي إلى الآن روايتان واليوم سأتناول الحديث إن شاء الله عن عملي الروائي الأول وهو بعنوان الحرب التي أحرقت تولستوي هذه الرواية صدرت عن دار الآن ناشرون وموزعون في عمان وهي عملي الأول روايتي الأولى ونص البداية الذي دخلت من خلاله إلى عالم الكتابة الرواية أتحدث قليلا عن هذا العمل الحرب التي أحرقت تولستوي هذا النص جاء مولودا في أثناء المعركة التي شهد العالم بأجمع يعني رحاها بين دولتين غربيتين دولة روسيا ودولة أوكرانيا ربما في البداية عندما فكرت في كتابة هذا النص كنت أعرف مسبقا أنني أراهن على القوض في مغامرة روائية ومغامرة كتابية وإبداعية ربما تكون من النوع الذي يشبه الكثير من الحذر والكثير من المخاوف كون أنا أخوض للمرة الأولى تجربة الإبداعية الأولى الحرب التي أحرقت تولستوي هي رواية تتحدث عن شخصية ربما يعني هي الأولى هذه الرواية هي الأولى التي تتحدث عن هذه الشخصية وهي شخصية المراسل الصحفي من خلال شخصية يوسف الذي يعني تحمل عبء إيصال الفكرة التي تريد الرواية أن توصلها إلى القارئ من خلال شخصية يوسف المراسل الذي يعمل في مواقع الصراعات ومواقع التأزمات عمل في سوريا عمل في ليبيا عمل في أربيل وانتهى به المطاف إلى البحث عن مكان وادع يعمل فيه وهو يعني كان يبحث عن مكان يعمل فيه بهدوء بعد أن استنفذ طاقته في خلال العمل في هذه الأماكن فكان أن لجأ يعني قبل بالعمل في أوكرانيا هذا يوسف لكن الأقدار لا تجري دائما السفن كما يقولون كما تشتهي الرياح ولا تجري الرياح كما تشتهي السفن فوجد يوسف نفسه في أتون حرب جديدة ومعركة جديدة وهي المعركة أو الحرب الروسية الأوكرانية هذه شخصية يوسف في الحقيقة حاولت أن أوضح فيها وأقترب من شخصية المراسل الصحفي الذي يعني قلم أو نادرا ما يتناول من خلال الأدب لماذا يعني هذا تناول شخصية المراسل في الحقيقة كان هناك إغراء كبير أن أتحدث عن شخصية لم يعتطرق إليها أحد من قبل فيما أعلم وهي شخصية المراسل الصحفي هذا المراسل هو ليس يعني مجرد صورة على الهواء وهو إنسان حي له عائلة له يعيش ظروف وأنا سمت كثير من القصص يعني صراحة خلال بحثي يعني وأنا أعد لهذه الشخصية وأرسم سمات الشخصية تعرفت إلى الكثير من الأشياء التي واجهها المراسلون في أرض الميدان وخاصة المراسل الذي يعمل في هذه المناطق المتأزمة تتقاطى حياة يوسف المراسل مع قصة الشباب العرب المبتعثين في أوكرانيا الذين أيضا يجدون أنفسهم في خضم هذه المعركة الدائرة بين هاتين الدولتين فهناك إذن الآن تنتج ذينا مجموعة من الأحداث مجموعة من الحوارات وهناك سردية يعني تسير وتأخذ على عاتقها أن تطلع القارع على ما وراء هذه الحرب طبعا الحرب التي أحرقت تولستوي لم يكن الهدف من هذا الكتاب هو هدف سياسي ولا الهدف هو توثيق من بدأ الحرب هذه الرواية هي رواية أدبية تعالج المشترك الإنساني الذي يهمنا جميعا فأنا قد سؤلت في إحدى اللقاءات هل كتبتي عن الحرب الروسية الأوكرانية هل أنت تقفين مع روسيا أم تقفين مع أوكرانيا وكان جوابي أنا لا أقف هنا أي موقف يعني أو لا مع هاتين الدولتين وإنما أنا هنا أقف مع الإنسان وأقف معنا نحن هذه قصصنا نحن في خضم هذه الظروف التي تحيط بنا ونحن نتأثر بها يعني بالضرورة وهذا يعني هي رسالة ورؤية هذه الرواية الخط العربي هذا الفنو الجميل أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم السلام عليكم أهلاً وسهلاً فيكم أنا الخطاط مؤيد اليازوري حابني اليوم في معرضنا في حلقتنا نحكي عن الخط الديواني الجلي طبعاً خط الديواني الجلي هو خط عثماني ويكتب بثلاث أقلام ثلاث مقاسات القلم الأول اللي هو عرض القلم يستعمل للحروف يعني لو أعملنا مقاساً للحرف هذا يسميه عرض القلم وأيضاً يوجد مقاس نصف القلم والمقاس الأخير هو ثلث القلم طبعاً عرض القلم يستعمل للحروف الحرف لما نكتب مثلاً حرف الألف يكون عبارة عن حرف مقاسه وميزانه سبع نقاط طبعاً لازم دائماً لما نأتي نكتب يكون معنا ورق سنفرة بحالة القصبة كانت بدها تنعيم هذه ورق سنفرة مقاسها خمس تلاف أنا الآن سبع نقاط وهي مسقط الحرف من الأعلى ببلش بالنزول أكني بعمل حرف رقعة ألف و منطقة هاي ممكن أرسمها رسم بهذا الشكل يوجد ترويس على الألف بثلث القلم يعني أنا أستعمل القلم الأصغر هكذا تقريباً شكل الألف طبعاً الديواني الجايلي حروفه متشابهة مع الديواني يعني حرف الباء نفس الباء بالديواني حرف الجي نستخدم قلم من نصف طبعاً مقاس الجزء الأول أربع نقاط بالمناسبة القلم اللي بيكون مقاسه نصف القلم نصف القلم العريض يستخدم للحروف أو أجزاء الحروف مثل حرف الجين كتبت الجزء الأعلى بنصف القلم بعدين برجع للقلم الحروف العريض طبعاً يمتاز الديواني الجايلي بالزينة والأشكال والحركات عكس الديواني الديواني العادي لا يوجد فيه حركات مثلاً حرف العين من حروف أيضاً تكتب بقلمين وأيضاً الديواني الجايلي ممكن يكون أكبر هو حروف مطاطية ممكن يكون كبيرة أو أصغر أتمنى لكم مشاهدة ممتعة وأهلاً وسهلاً سلام علي أهلاً بكم من جديد في لقاء جديد من فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الخطاط والمزخرف والمصمم الأردني يوسف على هنا فاسمحوا لي أنا ورحي بضيفي أهلاً وسهلاً بك سيد يوسف أهلاً فيكم ضيفاً على الفضاءات وعلى رافدين هياك الله أهلاً وسهلاً فيكم شكراً جزيلاً لكم الأستاذ الشاعر محمد نصيف وقبل لكم لقناة الرافدين على هذا الاهتمام وهذه الاستضافة والاهتمام في هذا الجانب من جوانب الفنون الإسلامية حياك الله سيد يوسف لنا السعادة والسرور أن تكون معنا في الستوديو ونحن كذلك في رحلات علمية إلى بعض البلدان ومنها تركيا والمغرب ومصر للطلاع على الفن الإسلامي والتنوع فيها فضلاً عن محاضرات ميدانية وتصوير فوتوغرافي بودي أن ترجع بالذاكرة إلى تلك المرحلة ونصلت ضوء عليها لنرى ماذا أضافت تلك الرحلات إلى تجربتك بسم الله الرحمن الرحيم بداية أنا درست مرحلة البكالوريوس في الفنون الإسلامية التقليدية في كلية العمار والفنون الإسلامية كانت وقتها مع جامعة البلقاء التطبيقية وكانت هذه الكلية تنظم رحلات علمية وميدانية للطلاب من مختلف السنوات الدراسية سنة أولى وبثانية وثالثة ورابعة في سنة الأختصاص وكان يختار مثلا مجموعة معينة من الطلاب وهذه الرحلات طبعا كانت تقريبا مغطية التكاليف ويدفع الطالب جزء بسيط من سعر التذكرة وتستغرق لمدة أسبوع أو ثمان أيام مرافقة طبعا أربعة من الأساتذة الاختيار يتم وفق معايير معينة للمتميزين مثلا أم كيف يتم الاختيار؟ طبعا لأن تكلفة الرحلة كلها كانت تغطيها الجامعة والكلية إذن هذا الاختيار ليس بضرورة أن يكون متميز للطالب يعني الطالب ممكن يقدم وديه قدرة أن يدفع جزء من التكاليف ممكن يسافر ممكن يسافر لكن في ذاك الوقت كان شيء رمزي بسيط لا يتعدى للمئة دينار أردني على الطالب إذن الخيار مفتوح للطلاب من يريد أن يذهب يذهب الخيار مفتوح للطلاب للتقديم لكن كاختيار يتم الاختيار من عمادة الكلية طيب المعايير التي تتبع للاختيار يعني طبعا كل سنة دراسية يعني اختاروا مثلا الأوائل في هذا في هذه السنة يعني ما تعدى يعني عشر طلاب تقريبا عشر إلى اتناشر طالب يعني في كل رحلة يعني التمييز له دور في الاختيار طبعا التمييز له دور طيب قدت أن الطالب يتحمل شيء رمزي من تكاليف السفر طيب طيب الرحلة الأولى أين كانت إلى تركيا الرحلة الأولى إلى تركيا كنت في سنة ثانية في مرحلة الدراسة في البكالوريوس عام 2003 استغرقت لمدة أسبوع طبعا كانت الزيارة مباشرة من عمان إلى إسطنبول ومن إسطنبول أيضا انتقلنا إلى بورصة نعم تبعد تقريبا أربع ساعات في إسطنبول قبل بورصة خيرنا في إسطنبول في إسطنبول ما المرافق التي أو الأماكن السياحية التراثية التي زرتموها في هذه الرحلة زرنا في إسطنبول أولا مسجد الفاتح نعم في منطقة الفاتح ومسجد سلطان أحمد نعم الشهير بالستم آذن معروف وآية صوفيا ومتحف التوبكبي نعم يعني أفادتنا كثير بالناحية للطلاع على الفنون وتطبيقاتها وعلى نظام العمارة نعم طبعا درسنا العمارة الإسلامية أيضا في الكلية نعم لمثلث مساقات نظام العمارة السائد طبعا العثمانية النظام المعماري سينان باشا نعم اللي هو القبة الرئيسية القائمة على أنصاف أربع قباب والمآذن طبعا بالشكلها للطراز العثماني نعم والحمد لله يعني كانت رحلة مفيدة وتحلق ما الجوانب التي طلعتم عليها في مسجد الفاتح في مسجد الفاتح طبعا بداية العمارة الإسلامية نعم ثاني شيء الخط العربي وأنواع الخط العربي المكتوبة فيه نعم وواجهة المحراب والمنبر نعم والزخارف الموجودة فيها أيضا يعني يعني كانت شاملة للعمارة والزخارف الهندسية والزخارف النباتي والخط العربي والمتحف طبكابي أظن هو يعني يسمى أيضا البورنراما البورنراما الفتح القسطنطينية نعم زرنا قسم المخطوطات فيه نعم لوحات الخطية القديمة ولوحات المخطوطات أيضا القديمة من الأسر المملوكي والأعباسي نعم والعثماني ومصحف الشهير لأستاذ أحمد القرى حصاري نعم من القرن السادس عشر وإيضا مصحف ابن البواب من الأسر العباسي وعديد من الزخارف ولوحات الخطية الخطاطين القدماء الأظماء يعني الذين توفهم الله سبحانه وتعالى نعم فكلها لوحات أصول يعني موجودة هناك طلعتهم على سور القسطنطينية يعني الرحلة كانت شوي محدودة يعني نعم في جامع سلطان أحمد ما الجوانب التي طلعتهم عليها نفس الشي يعني العمارة الإسلامية لكن هو في ذاك الوقت يعني المسجد الوحيد المميز يعني ما شرحوا لنا دكتورنا في العمارة الإسلامية في ذاك الوقت أنه هو المسجد الوحيد الذي يعني يتكون من ست مآذن مسجد الفاتح من سلطان أحمد السلطان أحمد سلطان أحمد نعم ويعني نظام العمار الإسلامية آيا صوفي أيضا آيا صوفي يعني بس كان في الوقت اللي نزرناه فيه في 2003 كان لسه عم بيرمم فيه وبيشتغل فيه يعني نعم وكان فيه المنشآت الهندسية كاملة يعني لسه موجودة فيه هذا رحلة تركية قلت أيضا لو ذهبتم إلى بورصة إلى بورصة أيضا إلى جامع أولو العظيم في ذاك الوقت يحتوي هذا الجامع على طبعا العديد من اللوحات الأصول تتميز بكبر حجمها نعم وخط الثلث بشكل ضخم وكبير يعني في بعض اللوحات يعني تجاوز سماكة القصبة المكتوبة فيها تجاوز الواحد ونص صانتي يعني سماكة القصبة والحمد لله يعني فيها يعني كزخارف نباتية وكذا هو ما كان فيه يعني وهندسي لكن نظام العمار الإسلامية ويحتوي على العديد من اللوحات الخطية نعم جميل هذه بالنسبة للرحلة إلى تركيا إلى تركيا الرحلات الأخرى ذهبتم إلى مصر والمغرب أيضا المغرب أولا يعني كانت في السنة التالية لها في عام 2004 نعم ذهبنا إلى المغرب العربي طبعا إلى منطقة فاس القديمة مدينة فاس نعم مدينة فاس القديمة وإلى مكناس أيضا مدينة مكناس ويعني زرنا كمان أيضا كازابلنكا ودار البيضاء يعني يعني كازابلنكا ودار البيضاء أظن نفس المنطقة تفتقر إلى الأشياء التاريخية والتراثية تركيز أيضا أظن الفاس هي المدينة الأكثر في هذا الجانب من ناحية التراث والأشياء القديمة هي مدينة فاس قديمة ومكناس أي أكثر شيء أي الأماكن زرتموها في فاس زرنا جامع القرويين مدرسة جامع القرويين زرنا مدرسة العطارين نعم مدرسة أبو عنانية أيضا يعني طلعنا على الزخارف الهندسية واستخدامها في تقنية الزليج واجهات الزليج ويعلوها أيضا شريط زخرفي على مستوى نظر الإنسان يكتب في بعض آيات من القرآن الكريم أو أحديث ثم يعلوها الزخارف المغربية النباتية منفذة بالجبس وحفر الجبس المغربي نعم وأعلى شيء طبعا كان باستخدامهم اللي هو الخط العربي لأنه له رمزية يعني الخط العربي أعلى شيء يمثل معرفة الله سبحانه وتعالى ثم الزخرف النباتية محبة الله والزليج يعني يمثل مخافة من الله سبحانه وتعالى هاي يعني الرمزيات في علم الفلسفة جميل هذا ما يخص رحلة المغربية مصر مصر يعني في سنة التخصص السنة الأخيرة كانت إلي في دراستي أيضا استغرقت لمدة أسبوع يعني نزلنا فيها في منطقة مصر القديمة يعني زرنا أيضا قلعة صلاح الدين زرنا الأهرامات زرنا المساجد يعني كلها الموجودة في القلعة أيضا وتخللها زيارات ومحاضرات أيضا ميدانية يعني وتصوير يعني فوتوغرافي في هذا الوقت كان ومحاضرات لأساتذتنا في الجامعة قدموا محاضرات ميدانية في نفس المساجد ومتاحف اللي زرناها جميل حضرتك درست الزخرف النباتية والفنون الإسلامية في ورشاة عمل قامتها أمانة عمان للأطفال في عدد من المكتبات العامة يعني ضمن البرنامج الصيفي لتعليم الأطفال بدي أن نطلع على هذا البرنامج وبيدي أسأل ما هي الزخرف النباتية هذا البرنامج كانت نظمه أمانة عمان من الأخص حدائق المالي كارانيا وكان فيه تعاون بينهم بين الكلية وأيضاً الكلية قدمت ناس أشخاص متميزين للتقديم هذه الورشات كانت لأطفال عمان هي مجاناً وعلى تكلفة أمانة عمان داخل المكتبات العامة في الأشرفية وفي القويسمة وفي الوحدات إلى مدة أربع أيام يعني في الأسبوع كورشات يعني ودورات قصيرة جداً جيمي الزخرف النباتية ما هي الزخرف؟ الزخرف النباتية هي عنصر من عناصر الفن الإسلامي إلى جانب العمارة الإسلامية والخط العربي والزخرف الهندسية أما بالنسبة للزخرف النباتية فهي يعني تعتمد على زخرفات وتزيين العمارة بداية وثم المخطوطات لكن نحن يعني في دراسة الزخرف النباتية لما درسناها يعني في الجامعة وما ندرسه الآن لطلبة نقتصر على تعليم الزخرف النباتية بما يخص اللوحات والأعمال الفنية وكيفية استخدام الزخرف النباتية من ناحية التصميم والتنفيذ طيب أنا لما أسمع بالزخرف النباتية يذهب خيالي إلى أنه هناك أجزاء من النبات تستخدم سواء كان البرعم أو الغصن أو ورقة الشجر تستخدم هذه الأجزاء من النباتات والشجر أم فقط الأشكال لا تستخدم هذه الأجزاء طبعا يعني عناصر الزخرف النباتية المستوحى من الطبيعة نعم ونعلمها أيضا اللي هي رسم الأوراق نعم بعدة أشكالها يعني تأخذون ورقة نبات بالضغط وترسموا عليها شيء أم فقط الشكل لا نرسم ورقة النبات نعم كشكل وكجزء وبعدة تفاصيل نعم وإجراء العديد من التحويرات عليها التحويرات يعني نقصد فيها التجريد أو إجراء يعني إضافة شياء بسيطة عليها وتغيير يعني في شكلها بما يناسب المخطوط أو المادة اللي سننفذ عليها هذه الزخرفة نعم في عنا عنصر الأوراق عنصر البرعم اللي هو أول تفتح الزهرة نعم وإيضا عندنا الزهرة لما تتفتح في مصطلح اسمه البنج نطلق على المقطع الأفقي للوردة أو للزهرة وإيضا عندنا الهتاي اللي هو المقطع الطولاني أو الطولي للوردة كيف نرسمها من الجنب هذه كلها العناصر تستخدم على مسارات حلزونية دائرية ضمن مساحات هندسية حرة نعم جميل حضرتك أيضا قمت بإعطاء دورة في زخرفة الرومي أو التوريق العربي لعدد من الطلبة ماذا تعنون في زخرفة الرومي زخرفة الرومي هي نوع آخر يعني من زخارف ويندرج تحت اسم الزخرف النباتية نعم لكن هذا سلوب الزخرف الرومي كان مستخدم في فترة معينة من الزمن نستذكر أنه العصر الذهبي كان فيها اللي هي بالفترة المملوكية نعم في القرن الثالث عشر والرابع عشر يعني ما تميزت بالمصاحف والمخطوطات الإسلامية بالأخص المصاحف الشريفة نعم في كبر حجمها منها كان ما هو مصاحف مملوكية نعم بخص مصر القاهرة منها المصاحف بغدادية في المصاحف بغدادية كان حجمها صغير والمصاحف القاهرة تميزت وكبر حجمها حيث وصل معظم المصاحف وصفحة قياسها مثلا متر في سبعين أو خمسين في سبعين مثل مصاحف السلطان شعبان والسلطان قلوون وعديد من المصاحف أما بالنسبة لزخرفة الرومي فهو أسلوب الزخرفة الذي كان متبع في ذاك الوقت في الفترة العباسية والفترة المملكية ويطلق عليه أكثر من اسم يعني هو فن التوريق ويطلق عليه العربية هل هذا الاسم له علاقة بدولة الروم يعني هو من الزخارف المستوحى من الأنماط والزخارف من البيزنطيين والقرونيين لكن الفنان المسلم طبعا غير عليه لأنه كانوا يستخدموا في بعض الزخارف تعرف الزخارف يمثل فيها مثلا صور الحيوانات وصور الطيور وكذا لكن الفنان المسلم يعني جردها جميل قد أسألك عن المساحات يعني المساحات التي تأخذها الزخرفة يعني هل لها قواعد ثابتة نسب هندسية معينة أم الأمر متروك لاجتهاد المزخرف الله يعني كل عمل فني بصراحة له يعني خصوصياته نعم يعني إذا أخذنا مثلا لوحة بالخط الثلث نعم مثلا لأستاذ أو لأي خطات مثلا معروف فأنا بالنسبة إلي كمزخرف نعم لما تعلمنا يعني تعلمنا كيف نحن ننتج يعني لوحة فنية يعني مش كل مزخرف أو تعلم الزخرفي قادر على إنتاج عمل فني من الألف إلى الياء نعم من ناحية القياسات أولا لسق العمل لوحة الخطية على المرقع أو على البورد اللي أنا بدي أن أنفذ عليه اللوحة ثانيا تحديد القياسات وتقسيم الإطارات والزوايا والإطار الخارجي وبعدين لسق اللوحة وتقسيم وتصميم نعم بعد التصميم ننتقل لمرحلة تجهيز الألوان سحق الذهب أو لسق الذهب وتجهيز الألوان اللي راح أستخدمها في هذا العمل الفني فيعني ما حدا بصراحة بقدر ينتج هذا العمل كامل من الألف للياء نعم في ناس مثلا تعلم الزخرف ممكن تعطيهم التصميم تقولهم والله نفذوا هذا التصميم كما هو بالألوان الفلانية ينفذوا لكن إذا طلبت منه أن يصمم للأسف إذا ما تعلم التصميم وتعلم من الأساس طريقة رسم الزخرف النباتية أو الرومي بشكل رسم حر وفريهاند صعب أنه يتمكن من تصميم من تلقاء نفسه أما بالنسبة للوحات الثانية نعم فيه عندنا كمان من عناصر المخطوط الإسلامي وبيض أخص المصاحف الشريفة هايذا نموذج من الصفحات الخاصة في المصاحف المملوكية في الفترة المملوكية المصاحف القاهرة أعد تنفيذ أستاذنا أستاذ نجاتي صنجق توتان نعم هو أستاذنا الذي درسنا الزخرف النباتية هنا في الأردن في الجامعة هذه عينة أنا أخذتها الأصل من المصاحف المملوكية أخذتها ككيس ستادي نعم في دراستي للماجستير وفي رسالة الماجستير حللتها بأجزائها عندنا هذه بنسميها كاملة صفحة ظهرية نعم أو مقدمة المخطوط ما فيه أي عنصر من عناصر الخط العربي ولا كل اللي هو غلاف المصحف وهي غلاف المصحف نعم طبعا ما بتكون لوحة واحدة بتكون صفحتين وتقابلتين نعم يعني هذا الجزء الأيمن وفيه عندنا الجزء الأيسر نعم تمام ممكن ينقاس على نسبة معينة من النسب الهندسية إذن سنتحدث عن النسب الهندسية بعد الفاصل مع الراتب إن شاء الله فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد في لقاء جديد من فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الخطاط والمزخرف والمصمم الأردني يوسف أعودي لك سيد يوسف كنا كنت حضرتك تحدث تناولت موضوع النسب الهندسية بودي أن نطلع ما هي النسب الهندسية النسب الهندسية هناك يعني العديد من النسب الهندسية طبعا تعتمد على أساس الزخرف الهندسية نعم وهي التي يعني صممت عليها المساجد والعمارة الإسلامية نعم منها الروت 2 جذر الثنين ومنها نسبة الروت 3 وفيه عندنا الروت 4 وفيه عندنا نسبة ذهبية ومعظم يعني عناصر الزخرفة والتدهيب والصفحات الخاصة يعني من المصاحف الشريفة تم رسمها وعلى أساس النسبة الذهبية نعم فنرجع لهذه الصفحة نعم هي الصفحة من مخطوط إسلامي من مصاحف المملكية في القرن الثلاث عشر والرابع عشر وهي عبارة عن صفحة الجزء الأيمن منها نعم إذا منشوف هون الإطار الخارجي مش مكتمل من الجهة هذه نعم هذا وسط اللي هو الكعب بتاع المصحف أو المخطوط نعم وفيه لها صفحة متقابلة أيضا بيكون عبارة عن صفحتين متقابلتين بس كتصميم يعني كمصمم لما بدأ أصمم نسبة الهندسية ممكن أخذ التصميم للصفحتين يعني الصفحتين مع بعض كلاهما يكون على نسبة هندسية واحدة نعم ولما بدأ أصمم أنا لوحة مفردة أصممها كاملة يعني مع أجزاء كاملة هذا نسبة الهندسية تعتمد على عين المزخرف أم هناك أدوات هندسية تستخدم يعني الطريقة التقليدية كانت على عين المزخرف وعلى يعني باستخدام الفرجار نعم طبعا هي كلها باستخدام الفرجار لكن إحنا لأننا تعلمنا الزخرف الهندسية يعني في الكلية وفي خمس مساقات تعلمنا أن الروت 2 يعني بخرج من أصل النجمة الثمانية نعم ومن المربع الروت 2 والمربع ونصف والمربعين نعم من النجمة الثمانية وإذن الروت 3 من أساس رسم الشكل السداسي نعم هو مستطيل النسبة الهندسية عبارة عن مستطيل نعم يخرج من تقاطع دوائر معينة في رسم الشبكة الهندسية فإذا رسمنا الشكل السداسي وأساسيات الشكل السداسي والنجمة السداسية من الفرجار نعم المستطيل الذي يخرج معنا من الأعلى هو في الوسط في تقاطع دائرتين مع بعض هو روت 3 طيب الفرجار يتحرك بشكل دائري هذا الأمامي شكل هندسي يعني مستطيل مستطيل كيف تستخدم الفرجار بداية أنا رح أخذ طبعا أترك الهوامش من الصفحة نعم أجيب صفحة فارغة مثلا أو مرقع نعم بدي أنا أخذ السنتر إذا كان عندي لوحة في وسط المرقع نعم عبارة عن يعني هذا مثلا أصغر جزء أصغر جزء هذا الجزء نعم فعبارة عن دائرة نطلق من الداخل نعم هذا التصميم نعم مش من الخارج إلى الداخل من الخارج كنسة كيف؟ هلا هو هنا لوحة هذه منفذة مذهبة نعم لكن أساسها لكن البدايات تبدون بداية البدايات وأساسها أنا أصممها يعني أساس التخطيط يكون دوار مية في المية نعم طبعا هلا الدائرة نعم والشبكة الهندسية التي رسمت منها استنبطت منها لا يجب أن تتوافق مع النسبة الهندسية للعمل الفني نفسه نعم يعني أنا ما أبدأ من هنا في رسم شبكة سداسية والنسبة تكون عندي نسبة ذهبية النسبة الذهبية بتخرج من الشكل الخماسي وتبلوراته الشكل العشاري نعم لكن إذا أنا بدأت من هون في دائرة أو عرفت أنه أنا هاي النسبة عندي كمستطيل روت ثري تلقائي أنا رح يتبادر لذهني أنه الدائرة والشبكة الرئيسية اللي انبنت منها هاي اللوحة هي الشكل السداسي نعم ومتوافق مع روت ثري جميل جميل الآن سؤالي ساب يوسف طبعا يعني حضرتك خطاط ومزخرف ومصمم هل كل خطاط يمكن أن يكون مزخرف؟ أو يمكن أن يجيد الزخرفة؟ يجيد الزخرفة الخطاط إذا تدرسها طبعا وتعلمها يعني لكن يعني في جميع مراحلها من ناحية تصميم وتنفيذ وتقنيات يعني أنا يعني حلو حدود علمي وأما أعرف يعني من الخطاطين لا يجيد بصراحة جميع أنواع الزخرفة والتذهب إلا من يتعلم الزخرفة يعني من أساسياتها نعم والنباتي ورسمها في ريهاند وكيف يتعلم التصميم ويعرف أنواع التصميم ويعني المساحات التي يصمم فيها نعم وفي نفس الوقت يكون قادر على تنفيذ التقنيات هناك العديد من التقنيات للزخرفة النباتية منها تقنية الهلكار نعم منها تقنية النيكتف طبعا النيكتف مش سلبي لسمح الله يعني نحقصت فيها توازن بين الأبيض والأسود نعم يعني توازن الذهب مع الألوان الأزرق مثلا كل التصميم مع الفراغ يعني كله لازم يكون فيه نسبة وتناسب ويكون فيه تقنية التذهب وفيه أيضا تقنية التذهب نعم تقنية التذهب مستخدمة في الزخرفة النباتية ومستخدمة في الزخرفة الرمي لكن الرمي مثلا لا ينفذ بتقنية الهلكار نعم ألوان الزخرفة كيف يتم انتقاؤها يعني هل الأمر مرهون بضوابط محددة أم ذوق الخطات والمزخرف هو الضابط لهذا الانتقاء يعني هو بصراحة بطريقة تقليدية يعني لما تعلمناه ودرسنا وحسب ما نظرنا وحللنا حالات دراسية قديمة يعني مميزة في العصر المملوكي والعصر العثماني يعني عنصرين رئيسيات يعني لازم يكون موجودين بالألوان اللي هو اللون الذهبي واللون الأزرق وقليل من اللون الأحمر لكن بكثرة هو اللون الذهب واللون الأزرق طيب ما العلاقة بين اللون الذهب واللون الأزرق اللون الذهب معروف أصفر هو الذهب في منه أكثر من عيار الذهب الحقيقي في ذهب أصفر والذهب الأحمر ويعني ربعا نسمع من الذهب الأحمر لكن عندما ننظره نشوفه أصفر هو نشوفه أصفر لكنه هل فعلا في ذهب لونه أحمر ومش لونه أحمر الذهب الذهب الأحمر نحن مذهبين نستخدم عيار 24 قلات 24 الصافي نعم طيب يعني ما هي الألاقة بين لأن اختيار هذان اللونان الأزرق كما قلت والذهبي هم الأساس في كل الزخرة لهم رمزية معينة طبعاً الذهب برمز للشمس والأزرق طبعاً للبحر أو للسماء ويعني كلاهما لازم يكون موجود مع بعض يعني تقصد أن المساحة الأوسع في الكون لهذه اللونين بالضبط في اعتبار الشمس والضياء والنور بالضبط فالشمس يعني تجسد في اللون الأصور الذهب يرمز إلى النور والأزرق البحار والسماء بالضبط والأزرق يعني يرمز إلى الرحمة يعني استنبط اقتبس كلمة يعني درسته في رسالة الماجستير وضعته في رسالتي لشيخ أبو بكر سراج الدين المؤلف الكتاب رواعي الفن التذهيب الخطبة التذهيب القرآني وترجمه كاتب فيه أنه يعني وجود الذهب والأزرق مع بعض بالآخر يعني جملة مقتبسة أنه الأزرق بيمثل الرحمة والذهب يمثل النور فاستخدامهم مع بعض كأنه الرحمة ميالة للكشف عن ذاتها نعم سبحان الله يعني هاي الجملة المقتبسة طيب الرحمة لا شك لها علاقة بالنور وهو نور القلب السريرة لكن عندما نقول الأزرق لون الرحمة يعني ما الرابط يعني هل أنه لأن لون السماء أزرق هكذا يعني اجتهدوا وقالوا أنه الأزرق وهو يعني سبحان الله يعني كمان للفضاء الواسع يعني نعم يعني مساحات واسعة مثلا أيضا يعني تكون في المخطوط أو في التذهيب نعم يعني أكثر أكثر الأرضيات يعني تستخدم هي طبعا أرضيات لأنه احنا منشتغل على مخطوطات يعني ما منشتغل على واجهات عمارة بنستخدم اللونين الذهبي والأزرق الأحمر شيء بسيط قليل لأنه قوي يعني الأحمر والأخضر نعم وفي تدرجات الوحدات النباتية يعني بشكل أوسع لكن كأرضيات الأرضيات تكون كل هاتها أذهب وأزرق جميل الخط العربي فن طبعا بعض المتشددين في التجنيس يقول لك الخط العربي ما له علاقة بالفن لكنه عندما نرى لوحات فيها تتوفر في حالة الإدهاش والروعة والجمال حقيقة لا نمتلك إلا أن نحن كمتذوقين إلا أن نجنسها أو نصفها بأنه فن فالخط العربي إذا ما افترضنا أنه فن يعني ينحصر في سبعة أنواع معروفة أنواع الخط العربي يعني كيف يمكن أن يتميز الخطات في الإبداع في هذه المساحة الضيقة في عدد محدد من الخط مقارنة مع المساحة الواسعة للفن التشكيلي كيف يمكن أن نلمس الإبداع والتميز للخطات أو المزخرف في حدود هذه المساحة الضيقة يعني أنا سبحان الله يعني الخطات المتميزة أنا يعني كمزخرف واللي يعني بتعامل معهم يعني أنا مثلا مش مختص بالخط العربي أنا درست الخط العربي كخمس مساقات أثناء فترة دراستي في مرحلة البكالوريس لكن ما تخصصت بالخط العربي لكن من خلال خبرتي وعملي يعني مع الخطاطين المميزين ما بشتغل بصراحة مع أي خطات يعني تعلم الخط العربي ونفذ لوحة ويريد أن يزخرفها يعني بتبين تبرز يعني بصراحة تبرز أهمية الخط العربي ومستوى الخطات بصراحة في قوة العمل في المحافظة على ميزان الحروف بالذات يعني خط الثلث لأنه خط كبير وواضح فأي خطة يعني بسيط رجفة بسيطة ترتيش معين ممكن الخطاط أنه يكتب لكن أنه كيف يخرج هذا العمل الفني بطريقة قوية وبصراحة من ناحية التصميم والتركيب الفني ونظافة العمل هذا كله ياته يعني بالعب دور في خطاطين مثلا متميزين بس بخط النسخ مثلا ممكن يكتب لك قطعة أو شهادة إجازة مثلا في خط من الشيخ أو الخطاط الأخذ منه هو الإجازة يكتب بقطعة مثلا فيها سطر واحد ثلث وخط النسخ لكن الأكثر تعقيدا صراحة هو تركيب العمل الفني كخط الثلث الجليل واضح فن التشكيلي مساحات واسعة والفنان التشكيلي له حرية مطلقة في أنه يرسم وقدم أشكالا تشكيلية فالآن أصبح واضح أنه بإمكان الخطاط أو المزخرف أنه يبدأ رغم هذه القيود والمساحة الضيقة يعني جميل بدي أن ننتقل إلى موضوع آخر سيد يوسف قبل أيام من عقد الملتقى الأردني للخط العربي والزخرف الإسلامي وحضرتك لك مشاركة في هذا الملتقى وطبعا بمشاركة خطاطين ومزخرفين من الأردن ومن دول عربية وأيضا دول أجنبية يعني كانت مشاركة واسعة بدي أن نطلع من خلالك تقييمك لهذا الملتقى يعني ماذا يشكل هذا الملتقى للخطاطين والمزخرفين المختصين والمهتمين بهذا المجال جميل جدا زي ما تفضلت البرنامج المعرض يعني انطلق في تاريخ 12 8 من هذا الشهر هو المعرض يعني الثاني اللي أنا شاركت فيه مع الملتقى الأردني للخط العربي والزخرف الإسلامية في هذه القاعة يعني ومشاء الله يعني في يوم الافتتاح يعني الحضور كان بصراحة كبير جدا ومشاء الله يعني كان فيه تغطية واسعة يعني لهذا الموضوع نعم من ناحية التصوير وإيضا يعني ما يميز المعرض هذا تحديدا في هذا العام أنه تم فيه يعني دعوة ناس من خارج الأردن نعم وكان معرض دولي ملتقى دولي يعني تعرفنا فيه يعني أنا شخصيا تعرفت على ناس مثلا لأول مرة ألتقي فيهم أو هم مثلا أصدقائي لي على السوشال ميديا لكن أول مرة ألتقي فيهم مثلا في معرض فني ويعني يعني تناولنا العديد من الموضوعات أيضا بما يخص الخط والزخرفة وشرحها وطريقة تنفيذها ومشاء الله يعني المعرض جميل مميز إذن جميل المعرض هو يعني يمكن أن يحقق حالة تفاعل بين تجارة مختلفة مع أنه قلنا قبل قليل أنه مساحة الخط والخط بالذات يعني مساحة ضيقة يمكن لا يمكن أن يخرج الخطات عن حدود الضوابط التي وضعت لهذا الخط لكن زخرفة ربما أيضا لها قيود لكن ربما مساحتها أوسع من الخط والخط العربي يعني هكذا ملتقيات تحقق حالة تفاعل حالة تلاقح بين تجارة مختلفة جميل من ضمن المشاركين في هذا الملتقى هو مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية ما يسمى أرسكة التركية يعني مشاركة أو حضور مركز بهذا الثقل يعني ماذا يشكل لهذه الملتقيات؟ والله لا شك أن هذه نقلة نوعية وجهودهم مباركة القائمين على هذا الملتقى ودعوة مركز الأبحاث إرسكة أن يشارك في هذا المعرض في الأردن وهم يعني شاركوا في صور طبق الأصل يعني عن اللوحات الأصلية الفائزة في المسابقات التي تنظمها إرسكة على مدار السنوات تقريبا من تسعة وثمانين حتى الآن نعم فأحضروا يعني كم عمل فني معهم لكن مش أعمال أصلية لأنها في إلها شروط حتى أنها تخرج من البلد نعم فهم يعني ممثلة طبعا إرسكة في سيد سعيد أغلو كان له محاضرة مبارح عن فعاليات إرسكة وشرح عن إرسكة وفعالياتها في تأليف الكتب للدارسيين والمهتمين في مجال الخط وأيضا تقديم دورات حاليا في إرسكة عقد دورات بالخط العربي وبالزخرة في النبات التوريق والتذهيب بعقدها أستاذ نجاتي طوتان هل سبق أن شاركتهم في هذه الدورات؟ أنا شاركت فيها الحمد لله في العام الماضي في المستوى الأول في الكورس الأول من العام الماضي في شهر خمسة نعم تم إطلاقها وأيضا يعني أنا بعد تقريبا ثلاثة أربع عشر عام أستاذي كان درسني هنا في الأردن فسجلت في الدورة معه من الصفر من البداية نعم حتى أتعلم وأنا هنا الحمد لله يعني من فضل ربنا أنه يعني اشتغلنا خبرتي تسعتاشر عام في هذا المجال إن شاء الله لكن مع ذلك هو أستاذي ويعني يعني بعيد عني من في دولة هو في دولة وأنا في دولة لكن أتشرف أني أنضم إليه عبر الزوم وهذا اللي بدي أطرحه أنه كمان يعني انتشر هذا الموضوع بكثرة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكثر ومنحفز الطلاب بصراحة يشاركوا من جميع الدول في هيك دورات جميل 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 أتمنى لك يا رب فترح السيد سعيد أغلو عن فعاليات أرسكة وبصراحة وكان حضور مميز يعني كان لهم داتا شو مبارح جميل إن شاء الله نلتقي في ملتقيات أخرى في لفعات أخرى في نشاطات وفعاليات أخرى في فضاء الخط والزخرفة والجمال إن شاء الله الخطات والزخرة ومصمم الأردن يوسف على أبنا شكرا لك على هذا العفاء الجميل وربنا يكرمكم ما شاء الله طفنا فيه في آفاق الزخرفة والخط العربي والتصميم شكرا لكم بارك الله فيكم شكرا لله بارك الله فيكم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستبدعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة